ان الاسبوع الرابع والعشرين من الحمل هو بداية فترة التغيرات التي تحصل في جميع اجهزة الجسم مثل جهاز الاوعية الدموية والمسالك البولية والقلب والتمثيل الغذائي والوزن وبالاساس التغيرات الهمونية هذه هي سلسلة من التغيرات التي تحصل في كل الجسم كلما اقتربت من السلس السالس من الحمل تكون زيادة الوزن اسرع لان كل التغيرات الهمونية التي تحصل لديك هي تلك التي يكون لها تأثير على الوزن في هذا الاسبوع تواصل وتيرة التبول في الازدياد ذلك لان الرحم يضغط على المسانة كما يزداد الامساك ايضا لعدة اسباب زيادة خمول الجهاز الهضمي والحديد الذي تتناوليه يسبب الامساك وانت اقل نشاطا واحيانا انت لا تشربين بما فيه الكفاية بالاضافة الى ذلك فمع اختراب الاسبوع عربية والعشرين من الحمل تبدأين بالشعور اكثر فاكثر بتشنجات العضلات في الساقين واحيانا في الزراعين والسبب هو النقص النسبي في الكالسيوم الذي يؤثر على المادة المسؤولة عن الية تقلص العضلات ان الجنين يستمر بالتطور وهو الان انسان صغير بالفعل لديه كل اجهزة الجسم الضرورية لكن ليست كلها ناضجة وزنه يتراوح بين فاصل 6 كيلو جرام اما طوله فهو نحو 30 سنتيمتر الجنين يتحرك ويقوم بحركات الزراعين والساقين وانت تشعرين الان بحركاته بالفعل اذا كان هذا حملك الاول فانك تشعرين بالحركات بداية من الاسبوع العشرين من الحمل تقريبا اما اذا كنت حاملا للمرة الثانية او اكثر فانك تشعرين بهذا في وقت مبكر اكثر اذا كنت تعانين من زيادة الوزن فسوف تشعرين بذلك في اسابيع متأخرة اكثر من الحمل ان احتياجات الجنين تزداد من اسبوع الى اخر وهو يحصل على ما يريده من خلال المشيمة ومن خلال الحبل السوري وكمية البول لليه تبقى في ارتفاع مستمر كلما كبرى اكثر ان الاسبوع الرابع والعشرون من الحمل هو الوقت المناسب بالضبط للقيام بفحص تعداد الدم في الثلث الثاني من الحمل وفحص البول العام والمستنبت وبالطبع اختبار تحمل الجلوكوز وفحص تعداد الدم هو الاختبار الذي يعطي معلومات عن التلوثات والالتهابات وحالات فخر الدم وهي الانينيا واضطرابات الدم المختلفة واختبار مستنبت البول يسمح بتقييم وظائف الكليتين والكشف عن مركبات في البول تدل على وجود التهاب او امراض اخرى واختبار تحمل الجلوكوز يجب عليك اجراؤه بين الاسبوع الرابع والعشرون وحتى الاسبوع السادس والعشرون من الحمل ذلك لنفي احتمالات الاصابة بسكر الحمل ان سكر الحمل هو المرض الذي تعاني منه ثلاث الى خمس نساء من اصل مئة امرأة حامل في هذا الاختبار يطلب منك ان تشرب خمسون جراما من محلول السكر وبعد ساعة يتم اجراء فحص الدم لديك بفضل التغيرات الهمونية في هذا الاسبوع يمكن الكشف عن وجود ميل للاصابة بمرض السكر عند النساء التي لديهن ميل للاصابة بهذا المرض ومن المهم ان نعرف انه لا يمكن منع حدوث مرض سكر الحمل ولكن للحد من المخاطر يوصى بالحفاظ على نظام غذائي متوازن خلال فترة الحمل وعدم زيادة الوزن اكثر من القيمة الموصى بها حوالي 12 كيلوجرام في كل حمل ذلك تبعا للوزن الاولي